اشتركوا في القناة بطل بتسوانا في اطار مباريات الجولة السالسة من مباريات المجموعة الاولى لدور الابطال الافريقي مباراة هامة جدا وعندنا تفاصيل كتيرة وعندنا كواليس حصرية من داخل معسكر فريق النادي الاهلي والذي بدأ منذ يوم السبت الماضي هذه المباراة الهامة والتي لا تقبل القسم على سنين وتعتبر هي مباراة عنق الزجاجة من اجل الصدارة والتواجد في مراكز متقدمة ومن اجل ان يضع الاهلي قدما في دور المجموعات بشكل جيد في ظل منافسة قوية جدا مع الترجي التونسي المتصدر هذه المجموعة وايضا كامبالا سيتي الاواندي وتنشب بطل بتسوانا في ظل ان الاهلي في اول مبارتين لم يحقق سوى نقطة وحيدة بعد التعادل مع الترجي التونسي والخسارة امام كامبالا سيتي قبل شهر ونصف من الان النهاردة بالطبع عندنا تفاصيل كتير النهاردة المؤتمر الصحفي للمدير الفني الفرنسي باترس كارتيرون وايضا الكابتن حسام عشور كابتن فريق النادي الاهلي بحضور طاقم التحكيم الجزائري الذي سيدير هذه المباراة مع مراقب المباراة الناجيري والمنصق العام الغيني في حضور طرفي المباراة النادي الاهلي ونادي تونسيب بطل بتسوانا ثم يعقب كل ذلك تدريب فريق النادي الاهلي والذي سيقام بعد قليل على الملعب الرئيسي لاستاذ برج العرب وفي السامنة والنصف مساء سيقام مؤتمر صحفي للمدير الفني لفريق تونسيب السربي نوكولا تافوزيتش المدير الفني السربي لفريق تونسيب البتسواني وايضا بعدها مباشرة في التاسعة موعد المباراة بإذن الله هيكون تدريب الرئيسي لفريق تونسيب البتسواني وتبقى للواحة الاتحاد الأفريقي لقرة القدم الفريق بالتأكيد اللظيف في هذه المباراة يؤد تدريبه ليلة المباراة مرة واحدة فقط على استاذ برج العرب في الساعة التاسعة مساء الاجتماع الفني هيكون في تفاصيل متعلقة بموعد تحرك الفريقين إلى استاذ المباراة بالطبع المباراة تكون الساعة تسعة فلازم الفريقين يكونوا في استاذ برج العرب قبل المباراة بساعة ونصف يعني بكتير في حدود الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة والنصف فقحد أقصى لتواجد الفريقين في ملعب مباراة أيضا الاجتماع الفني بتناول الاتفاق على التشارة الأساسي اللي يرتدي كل فري والزي الاحتياطي بالإضافة كمان الحكام بيختاروا الزي الرسم اللي يبدأوا به هذه المباراة وبيتم كل الأمور التنسيقية مع حضور المراقب النيجيري في هذه المباراة والمنصق الغيني مع القيادات الأمنية في الأسكندرية خاصة أن هذه المباراة تقام على أستاذ بورج العربة بالطبع التعليمات الأمنية والترتيبات الأمنية هتكون من خلال مدرية الأمن بالأسكندرية مع التنسيق مع مسؤولة الاتحاد الأفريقي والقائمين على تنظيم هذه المباراة قدامنا لقاطات حصرية طبعا من داخل معسكر فريق النادي الآلي هذه اللقطات النهاردة في الصباح مع فريق النادي الآلي وقبل توجه الفريق لتناول وجبة الغداء وكان بعدها مباشرة في محاضرة فنية للجهاز الفني مع اللعبة زي ما احنا بنشوف قدامنا في هذه اللقطات بنشوف بقى المتابعة الحية واستعدادات الجهاز الفني وخلاص قدامنا ساعات قليلة كل الفترة الأخيرة كانت استعدادات ودية ومباراة ودية ومغلق ما بين معسكر أوروبي ومعسكر في الأسكندرية وتغيير الشكل بالنسبة للفريق وتغيير الجهاز الفني لكن خلاص دخلت في مرحلة الجد كلها ساعات قليلة وعندك مباراة مهمة جدا مباراة زي ما قلنا لا تقبل القسم على سنين لابد من الفوز بأي شكل من الأشكال عشان تصعد في ترتيب المجموعة يكون عندك أربع نقاط وبالتأكيد دفوز الترجع على كامبالا سيتي سيضع الأهل في المركز الثاني قبل مباراة العودة بإذن الله هتكون في لقاءات الجولة الرابعة يوم 28 من الشهر الجاري وهتكون هذه المباراة الهامة جدا أيضا لكن تركزنا الأكتر في هذه اللحظات على مباراة الغد بإذن الله هتكون في الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب وعلى مدار هذه الحلقة هنتكلم بقى ونشوف تصراحات الجهاز الفني ونشوف لقطات حية ولقطات حصرية من تدريب فريق النادي الأهلي كل الجديد بالنسبة لجمهور النادي الأهلي من معسكر فريقه قبل مباراة الغد بإذن الله أنا عارف بعد نهاية مشوار ركاس العالم الكل بينتظر بقى والكل بيتابع في هذه اللحظات استعدادات فريق النادي الأهلي شايفين وليد سليمان قدامنا في الصورة أحد الركائز الحيوية اللي هتكون موجودة في مباراة الغد أيضا كمان محمد الشناوي حارس المرمى بإذن الله لخد ثقة كبيرة جدا بعد مشاركته في كأس العالم وكان حارس منتخبنا الوطني أحمد فتحي طبعا الظاهير الأيمن شايفين كمان سليف كلبالي سليف كلبالي هو موجود في معسكر فريق النادي الأهلي لكن حتى هذه اللحظات لسه مسألة القيد الإفريقي خلال الفترة القادمة عشان يشارك بشكل رسمي لكن قبل ما يسبق القيد الإفريقي لازم يؤيد بالتأكيد فيه القايمة المحلية شايفين أيضا كمان قدامنا إسلام محارب لكن بالنسبة لسليف كلبالي هنشوف كمان مسألة القيد خلال الفترة القادمة وممكن نسأل زي منا كريم أحمد هيكون معنا بعد قليل أيضا عشان نشوف موضوع سليف كلبالي أيمن أشرف اللي هيكون متواجد فيه المباراة وأحد الركاز وجوكر في خط الدفاع ما بين اللعب فيه الجبهة اليسرى وفي الخط الدفاع محمد نجيب هو طبعا أحد الركاز المهم جدا ونجيب من الخبرات اللي الجهاز الفني بيعتمد عليها في أصعب اللحظات وقت ما جهاز الفني والفريق بيكون محتاجه بيكون موجود محمد نجيب قائد خط الدفاع إسلام محارب من اللعب المحورية اللي كان لها دور في الموسم الماضي واللي كان بيشارك فيه بعض الفترات وكان بينزل بيقدر بشكل جيد صاب الرحيل شايفينه في الصورة مع محمد نجيب اللي أطاد دي مش هتشوفه في أي حتة إلا من خلال قنارة النادي الأهلي أيضا وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي اللي خلاص بقى لكيجهاز الفني وكابتن محمد يوسف وبتر السكرتيرون أعهد معاه وأعهد مع علي معلول وتفاوت الحديث ما بين وليد أزارو وعلي معلول علي معلول عائد من تجربة تونس في كأس العالم والعوامل النفسية والاستعداد للبطولة الأفريقية كل ده كلام مهم بالجهاز الفني بيتكلموا فيه مع اللعبة لكن وليد أزارو جلساته الخاصة مع الجهاز في إطار مختلف تماما أنت خلاص كان عندك عرض احتراف في الدور الصيني لم يقتب لك التوفيق في الانتقال للدور الصيني تركزنا في الفترة الحالية على ما هو قادم البطولة الأفريقية وهذه البطولة إذا حققتها مع النادي الأهلي ستستطيع الاحتراف في أي من الأندية الأوروبية وكون تجربة أفضل بكثير من تجربة الاحتراف في الدور الصيني ميدو جابر الجهاز الفني بيعول عليه أيضا في المبارات الأفريقية كريم ندفد في خط الوسط المدافع خلال الفترة القادمة الكائمة مكتملة بشكل كبير وقيده في القائمة الأفريقية ويكون من العناصر المهمة جدا في مبارات تاون شب عمر السلية لعب خط وصل ارتكاز كل اللعيبة ومايكل ليندمان يمكن مخطط الأحمال دوره مهم جدا فيه الإعداد البدن وهذه المرحلة هي مرحلة التأسيس اللقطة اللي شايفينها قدامنا دي كمان ده صورة من الاجتماع الفني قبل ما يؤقد بلحظات قليلة ده الاجتماع الفني والميتنج الخاص بالاجتماع الفني لكل تفاصيل المباراة هذا الاجتماع بيتم الاتفاق بقى فيه على موعد حضور الفريقين لإستاذ برج العرب الطاقم التحكيم الجزائري اللي هيتكلم على الاستعدادات والتعليمات الفنية أيضا كمان لكل الفريقين طاقم التحكيم الجزائري بيتكون من مصطفى غربال في قيادة حكم مساحة مقران قراري مساعد أول إبراهيم الحملاوي مساعد دا ثاني حكم رابع نبيل بو خلفة قدامنا هو طاقم التحكيم الجزائري اللي هيدير هذه المباراة لسه طاقم جديد يعني دائما الجزائر فيها حكام متميزين نتذكر جميعا طبعا جمال حيمودي من الحكام المتميزين في القرى الأفريقية وفي الجزائر لكن هذا الطاقم الأفريقي الجديد من الجزائر بيستعد لهذه المباراة ويلقي تعليماته لكل الفريقين في هذه المباراة شفنا برضه في لقطات حية من هذا الاجتماع الفني المراخب المباراة نيجيري سانوسي محمد في هذا الاجتماع لكابتن سامير عدل المدير الإداري للفريق الأول كابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق الأول خلاص كانت استعدادات مهمة جداً للجهاز الإداري في هذا الاجتماع الفني هذا الاجتماع العقدة في تمام الساعة الخامسة أو الرابعة والنصف عصراً داخل فندق الإقامة دايماً الاجتماعات التنسيقية دي تبقى مهمة عشان كل واحد يعرف إيه ليه وإيه عليه في المباراة وبيتم باختيار طبعاً كباتنا الفريقين وبيتم طبعاً الاتفاق على شكل قوائم الفريقين وإعلان التشكيل وإعلان القائمة النهائية بالاتفاق قدامنا طبعاً اللواء علاء صلاح مدير أمن النادي الآلي بالجزيرة مع اسمنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الآلي اللواء علاء طبعاً وهو المنصخ الأمني لهذه الموراة وبيتابع الترتيبات الأمنية كل هذه الإجراءات بتتم بالطبع من خلال تنسيق هام جداً مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الآلي اللي كان عنده اجتماع بالأمس مع كل الإدارات المسؤولة عن تنظيم هذه المبرأة كابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكرة والمدرب العام حاضر طبعاً هذا الاجتماع تفاصيل مهمة جداً في هذا الاجتماع بيتم الاتفاق الأهلية يرتدي بالطبع التشيرت الأحمر شايفين طبعاً الجانب الآخر جانب فريق توينشيب البتسواني اللي قطع رحلة صفر غريبة جداً يعني 18 ساعة صفر عشان يصل من بتسوانة إلى برج العرب مباشرةً من بتسوانة إلى جوانيسبيرج عاصمة جنوب أفريقيا ثم طائرة أخرى إلى دبي بالإمارات ثم ترنزيت حوالي ثلاث ساعات ثم السفر مباشرةً من دبي إلى برج العرب 18 ساعة صفر لكن بالطبع النادي الآلي لي استعداد مختلف في السفر إلى بتسوانة في مباراة العودة في الجولة الرابعة الأهلي تحدد خلاص معد صفره بإذن الله يكون فجر يوم 24 يوليو ألجاري يقطع مسافة حوالي 9 ساعات طيران عبر الخطوط الأسيوبية من القاهرة إلى أديسة بابا وترنزيت في أديسة بابا حوالي ساعة ساعة ونصف ثم السفر لمدة حوالي 5 ساعات أو 4 ساعات إلا قليل يعني من أديسة بابا إلى بتسوان عاصمة جابروني بباشرة تكون رحلة طيران مختلفة تماماً اللي بيقطع حوالي نصف المسافة اللي أطاحها فريق توينشيب للسفر إلى برج العرب واخد مباراة فريق النادي الأهلي قلنا الجولة السالسة هيدرة تاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لكن الجولة الرابعة هيكون تاقم تحكيم مكيني بقيادة ديفيز أونيتشي أومينو ويعاونه المساعد الأول جيربيرتي جيلورت والمساعد الثاني يكوني كادي والحاكم الرابع بيتر أويرو تاقم تحكيم كيني في الجولة الرابعة وتاقم تحكيم جزائري في مباراة الغد في الجولة السالسة كارتيرونة بالطبع عنده محاضرة فنية النهاردة تكون المحاضرة مساء في حوالي الساعة التاسعة مساء بعد تناول اللعبين وجبة العشاء دي المحاضرة قبل الأخيرة هذه المحاضرة أنت بتعرض فيها هايلايتس المدة 45 دقيقة بتعرف بقى معها لعبتك وبتعيشهم في أجواء المباراة وبيشوفوا كل الأجواء المصاحبة لهذه المباراة وكل لعب بيشوف اللعيب اللي يواجهه في هذه المباراة قد يعلن الجهاز الفني للعبين التشكيل الأساسية ويعرفهم من الحضاشة اللي يبدأ هذه المباراة وقد يغير الجهاز الفني من هذه الاستراتيجية ويعلن التشكيل الأساسية في محاضرة الغد عارفين طبعا كلنا أن المحاضرة الأخيرة هتكون قبل التحرك بيذن الله لستاد برج العرب بحوالي ساعتين وهتكون هذه المحاضرة الأخيرة ممكن الجهاز الفني يعلم فيها تشكيلته الأساسية ويعرف اللعيبة واجباتهم الدفاعية والهجومية وإزاي هيواجه فريق توينشيب لكن المحاضرتين اللي بيسبقوا هذه المباراة محاضرة ليلة المباراة ومحاضرة الغد بتبقى محاضرات حاسمة الجهاز الفني خلاص بيدخل في المباراة وتفاصيل المباراة بنسبة 100% وبيعرف اللعيبة التشكيلة الأساسية وعقرب التشكيلة لفريق توينشيب عشان تعرف الطريقة اللي ممكن تلعب به هذه المباراة عشان تفوز وتحقق الثلاث نقاط وتقرب بشكل جيد جدا للفوز بهذه المباراة أيضا تمرينة الأهل النهاردة تمرينة على الساعة السادسة مساء يعني في هذه اللحظات وحن بنتكلم معاكم أو في خلال سواني هتبدأ تدريبة فريق النادي الأهلي على أستاذ بورج العرب هذه التدريبة هتكون هي التدريبة الأخيرة والأساسية ومش هتكون تدريبة مدتها طويلة دائما تدريبة فريق النادي الأهلي الأساسي أو تدريبة ليلة المباراة ما بتستمرش حوالي أكثر من ساعة يعني هذه الساعة تبقى فيها استريتشات خفيفة فيها تدريب بدني خفيف ما بتعلاج بالحمل البدنة عشان خلاص انت داخل على المباراة بقى 24 ساعة فمش عايز تدخل اللعبة في معدلات بدنية عالية أو يكون في حمل بدني عالي فتؤثر على اللعبة بشكل كبير فبالتالي بتنزل بالحمل البدني بتعمل تدريب تكتيكي وخططي على تنفيذ بعض الجمل الفنية الفكرة نفسها في تدريبة ليلة المباراة اللي انت يعني بعض الجمل الفنية والخطوات الأخيرة اللي انت بتشوف فيها إزاي تطبقها في هذه المباراة ودائما بيسمح بأول ربع ساعة لي وسائل إعلام كلها أن يتحضر هذه التدريبة والتابع وتصور أول ربع ساعة وبيكون بيسبق هذه التدريبة اجتماع لكرتيرون مع اللعبة في وسط الملعب بيتحدث بقى عن أهمية هذه المباراة وضرورة الفوز وإحراز السلاسة نقاط ودور كل لعاة في هذه المباراة للفوز وتخطي عقب التتاونشيب بتسوانا